من الحاجات المهمة برضو الأنفلوانزة الموسمية الأنفلوانزة الموسمية دي بتيجي في أوقات معاينة في السنة وبتنتشر واللي ياخدها يبقى لو جات له أنفلوانزة موسمية وفيروس كورونا الطامة بتبقى كبيرة علشان كده اللي بياخد التطعيم بتاع الأنفلوانزة الموسمية بيبقى حل 50% من المشكلة ياخدوا كبار السنة أكتر ياخدوا الناس اللي شايلة الطحال ياخدوا الأطفال الصغيرين اللي احنا خايفين عليهم من الكورونا علشان كده دايما للوقاية من الأنفلوانزة الموسمية بننصح الناس أنها تتطعم بتطعيم ضد الأنفلوانزة الموسمية التطعيم ده اسمه انفلوفاك برضو حنبين صورة لنموذج من النماذج بتاعت التطعيمات الموسمية تمام؟ فيبقى احنا بنتكلم النهاردة على حاجتين نصيحة للناس حاجة اسمها لابن السرسوب ثبت بالعلم أنه فعلا بيقلل من دخول كورونا للجسم ودي يمكن الحاجة الوحيدة اللي ثبت أن لها دور مهم جدا لأنها لقوها بتزاحم فيروس كورونا زي اتنين تخان عايزين يدخلوا من باب ده عايز يدخل ده عايز يعطلوا بعض وده نفس الفكرة على فكرة شرحتها قبل كده أنا في حلقات أنه ساعات نقول الواحد ياخد صلطة كتير ليه الصلطة بتخلي السكر ما يعلاش عند مرضى السكر لأنها بتزاحم الجلوكوز على الباب فيبقى الجلوكوز عايز يعلى خدوا بالكم أن خطر السكر فيه أن الجلوكوز يعلى بسرعة مرة واحدة يعلى بسرعة مرة واحدة فبالتالي الجلوكوز لما ما يعلاش مرة واحدة ده ما يجيب ليش الخطر بتاع ارتفاع الجلوكوز في ايه؟ في الدم وبالتالي المشاكل اللي بتترتب وتنجم وتتمخض عن ارتفاع الجلوكوز جوه دمنا يبقى تاني النهار ده هنتكلم عن نقطتين نقطة الفانيسي أو ما يسمى باللاكتوفرين الفانيسي ده طبعا موجود الحمد لله في كل الصيدليات موجود كمان تقدروا تتصلوا برضو على أرقام معينة توصلكم على طول يعني فالأنا عايز اقوله بس ان الفانيسي هو اللبن استرسوب الفانيسي هو لبن استرسوب بيقى من الكورونا واذا دخل الجسم كورونا انا مش عايز اقول يقى برضو عشان خلينا دقيقين في المعلومة انما هو بيقلل من احتمالية دخول كورونا للجسم لاكتوفرين أو لبن استرسوب أو الفانيسي طيب خلاص انا فست في المعركة يبقى خلاص طيب علشان كده المخلطين لحالة خلطوها يلحقوا ياخدوا الفانيسي او اللاكتوفرين تمام لانه حيقي من التفاعلات اللي بتتم بعد كده طيب وحكينا عن دور الانفلونزا الموسمية كتطعيم برضو في انها تقي من انه يجي لك اللي اتنين انفلونزا وايه وكورونا